إشهار تضليلي لثمن التذاكر بين الجزائر وفرنسا هو الموجود على مستوى المواقع الرسمية لشركات النقل الجوي الجزائرية الثلاث سواء الجوية الجزائرية أو تصيل إيرلاينز وكذا إيغل أزير حيث أن أسعارها الحقيقية على مستوى وكالاتهم معاكسة لما هو موجود على المواقع الإلكترونية المسيرون السابقون لتسيير مسألة البعد التسويقي لذلك اليوم لجد ثغرات وثغرات كبيرة جدا وأهم هذه الثغرات هو عدم تحيين المعلومة سواء على مستوى الأنترنت أو على مستوى حتى المرسقات الإشهارية أو عن طريق الوسائل الأخرى المعروفة في العمليات الإشهارية اليوم الشركات الطيران الكبرى أصبحت منافس حقيقي للجزائر في وقت من شركات الطيران الجزائرية لديها الإمكانيات أن يكون لديها حصة كبيرة من السوق الجزائرية أسعار تذاكر الرحلات الجوية للشركات الجزائرية هي الأغلى مغاربيا ورغم ذلك لا تعكس الخدمات الجيدة والالتزام بالوقت فبمقارنة ثمن التذكرة للوجهة الأوروبية والفرنسية على وجه التحديد نجد فارقا كبيرا في الأسعار يصل إلى الضعف في الكثير من الأحيان عجزت الحكومة عن إيجاد منافس جزائري كان بإمكان أن تفتح المجال لمستثمرين أجانب يعني تقام شركات أجنابية تخضع للقانون الجزائري وبالتالي تجد الشركات الطيران الجزائرية منافسا أجنابيا ولكنه يخضع للقوانين الجزائرية وبالتالي ستؤدي إلى نفس النتائج وتحسين خدمة المنتج ويبقى الظفر بتذكرة طائرة أسعار في المتناول حلم أفراد الجالية الجزائرية في الخارج من أجل تمضية الصيف ورمضان وسط العائلة بعد أن أصبحت تسجل الوجهة الجزائرية أغلى الأسعار بثمن تجاوز الستمائة أورو في فصل الصيف ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر